استقبل امبارح سيادة الرئيس عفتاح السيسي في قصر الاتحادية المستشار الألماني أولف شولتس وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الأوضاع الإقليمية الرهنة والتصعيد العسكري في قطاع غزة وتدعيات الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين وبعد انتهاء المباحثات تم عقد مؤتمر صحفي مشترك أعرف فيه سيادة الرئيس عن بالغ الأسى والألم وتقدم بخالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني وأكد إدانة مصر لكافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكافة القوانين الدولية خلينا نتابع جزء من كلام سيادة الرئيس اسمحوا لي في البداية أن أقارب عن بالغ الأسى والألم وأتقدم بخالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني وأكد إدانة مصر لكافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكافة القوانين الدولية وأشدد على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين وأطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها معالي المستشفى أسمحوا لي أن أرحب بكم في مصر في توقيت غاية في الدقة والخطورة في ضوء التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة والتحديات الإقليمية المرتبطة بهذا التصعيد